وطبعا في ناس كتين بتلقم على صلاح وشايفين ان صلاح مستوى مع المنتخب ما يجيش حاجة جنب مستوى مع ليفر بول وانا باتفق معاهم ان طبعا المستوى مع صلاح مع المنتخب ما يقربش بالمستوى مع ليفر بول بس الحقيقة انا مش عارف اقول لكم ايه بس اعذروا صلاح لانه مستوى اللعيبة اللي بتلعب مع صلاح في ليفر بول حاجة ومستوى منتخبنا القومي مع كل الاحترام حاجة تانية فالقماشة مختلفة والملاعب مختلفة والاجواء مختلفة والارضية مختلفة وكل حاجة مختلفة فما ينفعش اقارن عمياني لازم احط كل عناصر المقارنة صح وبعدين حكم وممكن جزء من الموضوع يبقى صلاح كمان خايف على رجله شوية لانه في فترة تجديد تعاقده مع ليفر بول فلو حرصرت له اصابة في ظل الاعتداءات اللي كنا شايفينها مبارح بتحصل من المدافعين السودانيين على محمد صلاح وعلى رجله خصوصا في اللعبة دي اللي كانت ممكن تقطب له الانكل طبيعي ان هو يبقى خايف على رجله اصل رجلة مصلاح بزاي رجلي انا رجل انا خمس صوابع وتتجبس عادي رجل انا انكل وخمس صوابع ويتجبسوا عادي بخمسمائة جنيه هنا في ام المصريين دي رجلي لكن رجلة مصلاح بمليارات خصوصا رجل الشمال دي اللي هي بتعمل الارتو دي دي مش دا رجلي ولا رجل اي حد فيكو لان هي دي الرجل اللي بيدفع فيها الاندية بتوع العالم المليارات فتخيل لما فيتاكل زي دا كده تاك فلا طبيعي بقى الان ومع ذلك كان بيبزل مجهوده بيجريه بتاع بس ما كانش موفق مبارح عادي عادي السؤال المهم دلوقتي وبعدين يا كيروش وبعدين يا كيروش اه انت حتيجي تقول لي انت ليك اكل ولا محلقة لا يا سيدي ماليش محلقة انا موافق عايز اكل بس هيقول لي طب انا اكلتك هوسع عطك كتنخيرك طب المطش الجاية هتعمل ايه مع كودفوار ودينا كلنا شفتا النهاردة كودفوار عاملة ازاي كودفوار بتلعب كرة زي الكتاب ما بيقول خشونة وعنف في الالتحامات انتشار وتوزيع صح في الملعب عندهم جناحين اللهم بصلي على النبي اذا كان بيبز بتاع الارسنل ولا زاهة بتاع كريستال فلس الاتنين طيارات طيارات وحريفة وبهرات حاجة كده تدايق فمش عارف فتوح وعمر كبار ابو واحدة عاملوا معهم ايه الحقيقة انه عندنا موقعة صعبة جدا 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 يوم الاربع اللي جاي في مستين وحيدتين في الموقع اللي جايه خلاص احنا قضي الامر وحنلاعب كودفوار خلاص الموضوع انتهى هم اول المجموعة وحن تاني المجموعة هنلاعب بعض ايه المستين الميزة الاولى الملعب هتقولولي معهولة تامر ده اسوأ ملعب في البطول اقولك ودي ميزة اللي مش عايز يلعب كرة يروح الملعب ده واحنا كرتنا على قدنا يعني بنعمل ثلاث اربعة تمرينات بالعافية فاحنا مش عايزين ملعب مريح قوي يخلي الكويرة يلعبونها فنروح الملعب ده واحنا مبشوطين عادي بس ان شاء الله مبقاش فيه اصابات على لعبتنا اتنين انه الماتش اللي حصل من شوية ما بين كودفوار في الجزائر في مصلحتنا اولا الجزائر كودفوار حيملها الثقة والغرور وبتاع انها مقطع الجزائر فحتنزل متمرئسة شوية رقم اتنين لو انت كسبت كودفوار ومتسأليش ازاي بس ربنا موجود وكل شيء موجود وربنا قادر على كل شيء لو كسبت كودفوار هتبقى قهرت قهر الجزائر وتبقى عملت المستحيل وكمل وكمل وبدعي رايز ولو كسبت من كودفوار يبقى طبيعي ده الجزائر شارت انهم ثلاثة فطبيعي ان احنا كمان نخسر منهم لانهم اقوى فعشان كده ما عندنش حزازات قوي وحتصرج على المطش بتاعيون الاربع اللي جاي بقى ريحية كسبنا حقول سبحان الله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله وهو فيه كده في الكورة واخسرنا لقدر الله حقول الحمد لله قدر الله وما انشاء فعل وده الطبيعي في الكورة ان فيه مستويات وفيه تشكيل وفيه مديرين فنيين فاهمين امكانيات اللعيبة اللي عندهم في كل الاحوال احنا كده رضا على رأي فيلم احمد حلبي احنا كده رضا وبالتلاتة سعد وما خرجناش خروج مهين بفضيحة وابنلعب مع الكبار في دور الستاشر وحنلاعي فرقة قوية من كبار القارة وطبيعي بقى ان يحصل كده الحاجة الوحيدة اللي بخلياني كمان بضرب اخماس فأس ده زيادة هدوء كيروش وعليه ثقة امبارح شفتوه تصريحات اللي بعد المتش ايه الحلاوة دي ده لو بسك مثلا الفرقة بتاع الامبارح بتاع السودان ومقاطحها تسعة ومش عقف ايه مش هيبقى بالثقة والفرحة والعنجهية دي كيروش طرع امبارح قالك الان تبدأ بطولة افريقيا قالك الان تبدأ بطولة افريقيا حتى كنا من هزر دور مجموعات ايه وبتاع ايه وستة وثلاثين فرقة ايه وعمالين نقبط في بعض اللي فات فات وانسوه الان تبدأ بطولة افريقيا الحقيقية اتنين قالك قالك جملة تانية ايه استنى حفتك اللوك ده قال جملة اه قالك لا تحاسبوني كيف بدأنا ولكن حاسبونا كيف سننتهي ايه ده احنا جايبين احمد رامي ولا احمد شوقي درب المنتخب ايه البلاغة دي لا تحاسبونا كيف بدأنا ولكن حاسبونا كيف سننتهي طيب يا مستر كولوش والله كل الدعم ليكو المنتخبنا هو وحنشوف كيف ستنتهي بس يا رب ما ننتهيش معاك يعني انت تنتهي ماشي لكن احنا كلنا ننتهي ارجوك لا لان احنا اكلنا وشربنا وحياتنا كرة قدم فيعني رجاء ما تخلص علينا لكن فيش حاجة باقينا على ربنا يمكن انت فاهم حاجة احنا مش فاهمينها وان انت عامل كاموفلاج في دولة المجموعات عشان الناس تحس ان احنا ما بنلعبش جورة وبعدين تنزل بالتقيل بقى من دون الستاشر توريهم كيروش على حق يمكن وساعتها زي ما كان المدرجات في برسولة كانت تعمل لمسي كده يعني سنمجده ككيروش على اقل نفرحه عندنا خمس ايامه ونفرح ونحس ان احنا متأهلين وان احنا من كبار القارة وزي الفل حد بطش يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله ساعة ستة قدامكم الديفوار وساعتها بقى يحلها حلال ساعتها يحلها ألف حلال لكن الاكيد ان كيروش ورانا العجب